وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 421 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 29 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 11 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 513 قضية من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط ثمان قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 31 طن أقماح محلية